موضوع المصالحة هو موضوع الساعة الحقيقة والحاجة ملحة لتفعيل وتذكير الناس بأهميتها لصناعة الاستقرار ضرورة وجود علماء الشريعة في موضوع المصالحة وأهميتهم في موضوع المصالحة لماذا أهمية وجود علماء الشريعة في المصالحة الوطنية للم شمل البلد وبين الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإني أحييكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موضوع المصالحة أولا نريد أن أقول إن إقبال المجتمع الليبي على الرغبة في المصالحة إكبار كبير جدا حتى إني شهدت جهود الناس متعددة فيه وأحيانا حتى لكثرتها غير متناسقة سبحان الله وهذا عندي يدل على طيبة معدن هذا الشعب وأنه يريد الاستقرار طيب الناس يتطوعون تلقية من تلقية أنفسهم في كل حي وفي كل مجتمع يكونون جماعة وكل ما يعني يسمعون بمشكلة في أي مكان يذهبون إليه ويتحملون مشاق السفر هكذا طواية الله عز وجل ابتغاء الأجر وهذا أمر يشكرون عليه هو أمر عظيم لكنني أريد أن أقول ملاحظتين هنا في هذا الخصوص الأول ينبغي علينا أن نعالج الأسباب بحيث ما نتركش الأمور دائما تحصل توترات وتحصل تصادمات أسباب التوترات أسباب التوترات يعني الناس الذين يريدون أن يوجهوا جهودهم إلى المصالحة وكذلك أعضاء الحكومة والمسؤولون عليهم بذل من يوجهوا التوسع في لجاء المصالحات يعالج الأسباب معالجة الأسباب أهم لأن إذا علجنا الأسباب ربما عاش نحتاج لهذه الجهود وربما عدم معالجة الأسباب تجعل نتأخر في الخطط التي وضعناها حتى الحكومة يعني الأمن وبص نفودها وفرض القانون أبوما يتأخر لأنه إذا مع الجيش الأسباب ونبقى كل يوم نسمع تصادم في جهة من الجهات وتوترات لأي سبب من الأسباب يترتب هذا أن الحكومة تبقى هي منشغلة بالمصالحات وبتهديئة الأمور والأهداف الأساسية التي تريد في مخططها أن تؤسسها على الأرض يبقى منصرفة عنها والناس لا تحس بها ولا تشعر بها وبذلك يحصل الملل من الناس ويقول الحكومة لم تفعل شيء الحكومة أنتم شغلتمها في مشاغل أخرى ينبغي أن تلاحظوا هذا فوفروا لها الجو المناسب بحيث نحاسبها إذا مر أسبوع ولم تبيلنا ولم نرى شيء على الأرض واقعيا في المشاكل الكبيرة التي نراها من التوتر في الأمن وغيرها حين نحاسبها أما أن نشغلها الحكومة بأشياء أخرى جانبية وتبقى هي تطفي في النار مثل وظيفة الطافي الحرائق كل يوم كل مرة مفتوحة جبهة كل يوم مفتوحة جبهة وهي منشغلة بها يوم تسافي إلى بنغازي يوم تسافي إلى زواري يوم تسافي إلى طرابرش سوق الجمعة إلى بنوليد إلى كذا إن هذا أمر غير طبيعي وما ينبغيش هذا أن يكون أول يجب أن نعاجل الأسباب أولا بحيث ننهي هذه اللاجعة ثم إن لجاء المصالحات ينبغي أن يكون هناك تنسيقا بينها ينبغي أن يكون هناك تنسيق بينها بحيث كلها تسير في مسار واحد ما يبقاش كل واحد يشتغل بطريقته وكل واحد يريد لأنه بعد ذلك ربما حتى الأمر يخرج أن يكون خالص الله تعالى لأن كل واحد يريد أن يقول أنا فعل كذا ونيلي صلاحة بين الزاوية وارشفاني وصلاحة بين مصراتة وتورغة ما ينبغيش هذا يبقى كل الجهود تكون تحت يعني جسم واحد وتتعاون حتى فروع متعددة أو لجان متعددة لكن لا بد أن يكون بينها اتصال وتناسق وتوافق هذا الأمر الذي لا بد منه ثم بعد ذلك الذي أشرت إليه في غاية الأهمية أن يتولى هذا أهل العلم يعني بالإضافة إلى الناس ربما كثير من مثلا أهل القبائل ومشايخ القبائل والناس المعروفون المشهورون لهم كلمة مسموعة وأنهم قدرة أعيان يعني أعيان يعني أعيان البلد لأنهم متعودون على هذه المسائل يشاركون لكن لا بد أن يكون معهم أهل العلم الشرعي لأن المصالح إذا لم تقم على توثيق الحقوق ووضحها في نصابها من وجهة شرعية لا تبقى بعد ذلك عندما تأخذنا عاطفة في أمر من الأمور ونجامل طرف على طرف والحكم الشرعي يبقى يخالف هذا المقترح يبقى أولا ارتكبنا مخالف لأننا خالفنا الشرع ثم بعد ذلك مال هذا الاتفاق لا يدوم ولا يستقيم لكن لما يكون فيها ناس بها الشرع يبينونهم أهمية المصالحة والحرص عليها وأحكامها الشرعية ومن هذه الأحكام ينطلقون فهنا يكون الصلح سهل ويكون وقع الكلامة العلم على الناس يعني لأن الصلح معناها لابد أن يكون هناك ناس يتركون بعض حقوقهم هذا معنى الصلح في تنازل يعني في تنازل وإليه يسمى صلحا بالضبط ويبينونهم يعني ما يترتب على هذا التنازل لأن من يترك شيء يعني لا يتركه هكذا وهو ضع عليه حقه بل الله عز وجل يعطيه عليه أجر عظيما كما قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو أصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك بتغاء مرضات الله فسوف نتيه أجر عظيما أجر لا حد له أجر عظيما تصور الكريم لما يقولك أعطيك شيء كثير وشيء عظيما يعني ما تتوقع فهذا يعني تبيين هذه المسائل للناس وتفهيهم لها والصلح فإدت أن يصف القلوب ولأن كما قال عمر رضي وتعالى عنه في كتابه لأبي موسى الأشعري احرص على الصلح فإن فصل القضاء يورث الضغاين إذا كان كل واحد تقوله أوقف عند حقك لما يصير الانتقام يسموه الناس انتقامه ربما يأخذ حقه يأخذ القصاص لكن طرف الآخر يبقى لا يهدأ لكن عندما تمره بالصلح والطرف القوي يعني تحضه على التنازل وعلى المصالحة وعلى المسامحة وأن حقه الذي تركه سوف لا يضيه والله عز وجل سيعوضه له كما قال تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يصف القتل إنه كان منصورا وكما قال تعالى بعد أن ذكر وجوب القصاص النفس بالنفس والعين بالعين قال فمن تصدق به فهو كفارة له يعني فمن تصدق من تنازل بعد أن تبت له الحق تركه الله عز وجل ابتغاء وجه الله فإن ذلك لا يضيه بل يكون كفارة له هذه كفارة يعطيه عقق من النار يعطيه من النار وعندما يعني يرجع إنساني العقل يقول لي أيهما أفضل بالنسبة لي هل أقتص الآن وأشفي صدري في الدنيا ثم تنتهي المسألة ولا تحصل على شيء وإلا أتنازل وربما يعني أغلب نفسي وأقرى في الدنيا على شيء ربما هي تكرهه ابتداء ثم بعدها كسر عام ما تنساه وندخر هذا أجر عظيم وأيض قمي النار لا شك أن العقل سيختار الآخرة فهذه الأشياء وجودها لأنه فيها وجود الشرع يبين الناس هذه المسائل حين يحصل الاغتماع ونصي إن شاء الله يعني الصلح خير وخاصة دكتور أنت ذكرت الآن الصلح في دائرة الفردية يكون قصومة بين اثنين لكن في ظروفنا الآن أعتقد أن يكون الأجر أكثر لأنه يصل على استقرار للجميع ويخدم الجميع في هذه المسائل صحيح نعم يعني هو إذا تصلح عما فرد واحد فسو يؤتي الله أجرا عظيما ويكون له كفارة فكفي لا صالحة أمة ولا بلغة بحالها الله أكبر طيب أهل من كلمة دكتور لإخواننا في مصراتات ورغال الجبل بن وليد سيرت للليبيين اللي حدث بينهم ما حدث من هذه الخصومة التي هي كان سببها كالطغية وولى إلى غير رجعة كلمة لتهدية النفوس والاجتماع على كلمة واحدة وهم مسلمون جميع الحمد لله ومرجعيتهم والإسلام نعم أهل لا شك أن بعض أهلنا في مصراتة وإلا في ماطق الجبل حصر مأذن شديد وظلم من الكتاب القذافي وانتهاك الحرومات وانتهاك الأعراض وأشياء كبيرة جدا ربما مثلا حتى يستطيع أن يسترجعها لكن الذي أريد أن أقوله إن الكتاب التي فعلت ما فعلت بالليبين جميعنا وفي بعض المناطق يعني بصفة خاصة كان وقعها أشاد ينبغي الآن أن نضع العدل والميزان الحق بحيث لا نظلم ولا نظلم لأن الظالم لا يظلم أولا نريد أن نقول لهم إن العقوبات الجماعية غير مشروعة في دين الله لابد كل مسلم يؤمن بأن هذا واجب شرعي لا يجوز لأهل أي منطقة مهما كانت في مصرات وإلا في الزنتان وإلا في الجبل الغربي وإلا في بنوليد وإلا في السرط وإلا في أي مكان نقول لهم إن العقاب الجماعي مرفوض مرفوض في الشرع لا يقره أبا وآيات الكثيرة وآيات القرآن كثيرة وعديدة كلها تنهى عن ذلك قال الله تعالى ولا تزر واجت مثل أخرى وقال تعالى ولا تكسب كل نفس إلا عليها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت كل نفس بما كسبت رهينة آيات القرآن كثيرة جدا فهذا مبدأ لابد أن نؤمن به لأنه لا يوجد لنا أن نتعداه ونقول لا هؤلاء كلهم ظلمة لأن أهل تورغة وإلا أهل زوية البقول وإلا الشاشية وإلا أي منطقة أخرى لابد أن يكون فيهم المريض وأن يكون فيهم الصغير وأن يكون فيهم الكبير العاجز وأن يكون فيهم حتى في الأسرة نفسها من هو لا يرضى عن فعل السفهاء لابد أن يكون هذا موجود قطعا لا يشك في ذلك لا يستطيع الإنسان أن يقول كل الناس ظلمة فهؤلاء كيف نظيمهم لا يجب أن نظيمهم وذلك أقول إنه ينبغي للدولة الآن أن تتولى الناس المهجرين من بلدانهم وتهجئهم من بلدانهم هذا من باب الحرص عليهم لأن الثعر لا يزال جديد ورجوهم إلى بلدهم قد يحدث عدوانا عليهم فبقاهم في الأماكن المهجرة لا بأس به لكن الدول لابد أن تحسب لهذا الأمر حسابا وأن تضع ميزانية لهذا وأن تلبيهم حاجاتهم وأن تقيمهم في أماكن لائقة بالسكن إلى أن تقام المحاكم الانتقالية ويتبين المذنب منهم من البريء وحينها يجب أن يرجعوا إلى بلدانهم ويجب على جيرانهم أن يقبلوهم وأن يحصلوا إليهم لأن عندما يقع القصاص من الظالم باقي الآخرين الآخرون كلهم أبرياء ينبغل معامل معاملة حسنة هذا أمر لا بد منه ثم بعد ذلك وإذا نقول لآهينا في مصراته وفي الجبل وفي كل الماكن هذه النبي صلى الله عليه وسلم حضنا القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حضنا على العفو وعن المسامحة وعن أن يكون الإنسان انضي إلى كتاب الله عز وجل الله تبارك وتعالى عندما مصطح قريب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو ابن بنت خالته كان ينفق عليه ويحسن عليه ويغدق عليه إغداقا عظيما يعني أسير له في الإحسان والمعروف ولي نعمته ولي النعمة ولي نعمته وانضي إلى رفق ببكر رضي الله عنه وتصدقه ويحسنه تصدق بباله كل في سبيل الله فكيف ومصطح هذا من المهاجرين من البدريين ومع ذلك وقع منه الخلل لأنه ما فيش معصوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع منه الخطأ وسمع إلى كلام الإفك جالس في مجالس الذين يشعون كلام الإفك وسمع منهم فأبوكي صديق يعني غضب من هذا وحلف ألا ينفق عليه مدى حياته يعني هو خاض في حديث عائشة رضي الله عنها التي برأها الله التي برأها الله الحصان الرزان العفيفة الله أكبر أم المؤمنين خاض فيها هو يقال أنه مجرد جلس استمع إلى الناس الذين يخوضون مثل بن أبي وحسان وكذا استمع إليهم وصار يضحك وأعجبه الكلام فأبوكي هذا حز في قلبه وتأسى منه أسد شديدا وذلك حلف ألا ينفق عليه وقال الله تعالى أخبر عن سيدنا باكر ولا يأتني أولي الفضل منكم أن يؤتوا للقربة والمساكين والمهاجرين في سبيل الله والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ألا تحبون أن يغفر ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله عز وجل نهى بعد أن حلف وأنه لا ينفق عليه نهى عن ذلك وثم بعد ذلك عقب هذا النهي بقوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم إذا أهل العفو وليعفو وليصفح نعم وليعفو وليصفح أولا وليعفو وليصفح ثم قال الله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم حضه على المغفر فأبو بكر رضي الله تعالى قال بلى أحب أن يغفر الله لي هذه لا يهي نزلت في أبي بكر وقد يعني أصيب ما أصيب في ابنته والتي رميت ويعلم المسلمون ويعلم المؤمنون كل ناس يعلمون براءتها ومع ذلك لما طعنا فيها غضب وإندما جاءه التذكير من الله عز وجل رجع إلى عقلي وقال بلى أحب أن يغفر الله لي فوازن أبو بكر بين أن يحرف وإيش في صدره ولا ينفق وبين مغفرة الله التي هي جزاؤها جنة عرضها السماوات والأرض ما في عاقل يختار غير الجنة وكذلك أهلنا وهذه الآية ليست خاصة بأبكر الصديق هي صحيح سبب نزولها في هذه الحادثة لكن أهل العلم جميعا يتفقون على أنها لجميع الأمة إلى قيام الساعة الله أكبر كل من يفعل ذلك إذا امتثل لأمر الله وعفى وصفح وحس أنه مضموم وأنه غبن وأنه يعني أصيب في نفسه أو في ماله أو في عرضه لأن حتى الحادث يقصيب في العرض نعم حتى الحادث أو سبب نزول الآية هي إصابة في عرض صحيح ومع بعض الناس يقول لا يعني إصابة في العرض غير إصابة في الدم قد يتنازلون عن إصابة الدم ولا يتنازلون عن إصابة العرض لكن هذه الآية هي موضعها إصابة في العرض أيضاً ومع ذلك أبو بكر رضي الله عنه قال بلى أحب أن يغفر الله لي ورجع النفق إلى مصنح وصار ينفق عليه كالعادة وصار يحسن إليه فهذا الذي يريده وذكر به إخواننا في كل المناطق التي تضرت والله عز وجل يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله ويقول ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور يعني لا يقدر عليه إلا أولي العزم إلا من اختصهم الله بهذا الفضل فلابد أن يتذكروا هذه المسائل لأن الدنيا تنتهي سريعاً والأمور كلها تنتهي وتنقضي ولا يبقى إلا ما يتحص عليه المؤمن من عمل صالح يعني يكون دخراً له ويكون سبب في دخول الجميع الله أكبر هذا يعني محط نظر الله ونصى الله سبحانه وفقهم جميعاً أيضاً يعني في موضوع المصالحة تخدم الجميع دكتور أن الإسراع في المصالحة والتفعيلها والتنازل كما ذكرت بداية حديثك يخدم البلد ككل ويخدم الشعب ككل وكذلك يفوت فرصة على أولئك الذين يبحثون عن إيجاد القلاق في ليبيا وإيجاد القلاق في المدن حتى ينظر العالم إن ليبيا غير مستقرة ثم يدفع بها أن يأتوا جماعة القبعة الزرق وتكون ليبيا تحت المصايا ألا استمعنا أن المدافع الدفع في المصالحة يمنع مثل هذا التوجه ويمنع أولاك المغرضين لتحقيق مقاربهم صحيح هذا أمر يعني أمغي أن نأخذه في الاعتبار وبجد لأن الآن كما نرى أن الدولة غير قادعة بسط القانون والتجاوزات كثيرة والاختراقات كثيرة والأسلحة في الشوارع والناس حتى بمناسبة بغير مناسبة يعني إذا كان هناك مناسبة فرح فقط أو عرص تجد النار طول الليل وهي تطلق في الهواء هكذا وتسجل إصابات وتسجل انتهاكات وكذلك كل من كل فئة ليعجبها فعل فئة أخرى أنا الآن قبل قليل بلغني أن هناك جماعة من زاوية من الزوية التي تجتمل الذكر وأخذت إذن من وزارة الأوقاف منع جماعة آخرون يسمون أنفسها المسلفية ومنعهم بقوة السلاح وصال هناك قتال في ناحي من ناحي طرابلس ومات اثنين أو ثلاثة في هذا الأمر هذا أمر في غاية الشنعة من يفعل هذا ينبغي الضرب على يديه لا يجوز بإجماع المسلمين لا يجوز تغيير حتى لو كان الأمر منكر مع أنهم الواخدين أخذوا إذن من ولي الأمر أخذوا إذن من ولي الأمر بشروط التي يراه ولي الأمر للذكر المشروع الجائز فيتصدنهم مجموعة من الشباب بالسلاح ويمنعونهم من هذا وطرف الآخر أيضا عنده سلاح وصار هناك قتال أمام المجلس الذكر اللي هم الآن دخلوا فيه هذا ليه قره إسلام ولا يقره دين ويفعلون هذا باسم الشريعة وباسم السلفية وباسم محاربة المنكر وباسم محاربة الشرك هؤلاء الناس يبغي على الحكومة أن تضع حد هذه المسائل لأنه لا يجوز لأحد أن يغير المنكر باستقوية السلاح لا يجوز ذلك إلا الخوارج أما أهل الصرى وجماعة ليس فيهم أحد يقول بهذا الأمر مرة منكم منكر فليغيره بيدي هذا ليوري الأمر أهل العلم يتفقون على تغيير المنكر باليد جائز ما لم يؤدي لإستعمال السلاح أما إذا أدى إلى استعمال السلاح فلا يجيزه إلا الخوارج فأهل السلف بريؤون من هؤلاء الجماعة التي كثير من الشباب مغرر بهم وربما وراءهم بعض الناس كما قلت مآرب وعندهم كيد وعندهم كدا بحيث تبقى البلد تعيش في قلاقل وفي توتر واختراقات والأمر غير مستتب وتخرج التقارير من هنا من السفرات وأنا متأكد ليس السفرات فقط بل كثير من جهات المخابرات الآن موجودة العالمية كلها صحيح موجودة في البلد وتشتغل ولأن البلد لا حدودها مضبوطة ولا فيه جهة أمنية تسيطعها ويتتابع يعني كان هناك جهات أمن داخلي وأمن خارجي ما يسمى هذه هذه التي تتبع أو تتتبع كل الناس أو الناس لهم يدخل البلد بطريق غير مشروع وربما يكون عندهم مخططات خالي البلد ما فيها أحد والناس كل واحد يرتح ويمرح ويفعل ما يريد هذه الأشياء عندما تكتل الخروقات هذه حتى يطلق النار في الهواب بناس العرس والفرع عندما يترتب عليه اختراقات وقتل الناس أبرياء والناس يشكون ويتظلمون سترفع تقارير هذه هناك منظمات عفو دولية هناك منظمات عالمية مهتمة بهذا الأمر هناك مجتمع دولي يبقى يتخذ نفس القرار يقول المدنيون يجب أن نحميهم الآن ليس هناك استقرار كذلك يعني لا نأمن على من هذه الحكومة أنها تصدق تنفذ القانون حتى الناس الذين تطالبون بأن تحاكمون في ليبيا أولاده نحن لا نأمنكم عليهم لأن الملانكم غير قادرين على فرض الأمن وذلك ربما الآن يفرضون علينا أن يخرجوا أولئي الناس من البلاد ويحاكموهم بطريقتهم ويفرضون علينا أيضا حماية المدنيين ويأتون بالجماعة الأممية والقبعات الزرقة والمسائل هذه ويدخلون البلاد في متاهات المستنقع لا ينتهي أبدا إذا وطي تقدام المجتمع الدولي البلد معناها كبر عليها أربع انت يحصل لنا نسأل الله تعالى أن لا يوصي إلى هذا ويحصل ما هو الموجود الآن في الصمار وما هو في العراق وما هو في كثير من البلد الفرقية والمسؤول على هذا بعد ذلك هم هؤلاء الذين يريدون أما أن يغير المنكر بالسلاح أولئك الذين لهم أغراض يعني ودسائس يحردون الناس حتى الصوت الذي خرج الآن ومقاسمة الوزارات والكلام هذا هذا كلام غير جائج سرع لا يجوز المسلم أن يفعل هذا الوزارات ليست هي حصص ليست مقاسمات الوزارات يعني سلطة تنفيذية لابد أن تكون لو أخذنا وزيرا من أي جهة وكانت توفر فيه النزاهة والثقة والأمانة وكان على الفرج المطلوب كل الناس سيسعدون كل الناس سيسعدون باختلاف أنواعهم ومشاربهم إذا كان الوزير هذا غير صالح ولا غير كفو فمثل الوزير اللي كان في النظام السابق صحيح كل البلاد مهمشة لم يعني كل الناس الآن في ليبيا دو فقط من كان في ركاب النظام ويمدحه ويكذب وينافق كان هو منتفع منه صحيح كل المدر مهمشة كل المدر مهمشة كانوا مهمشين بالضبط فلن يريد أن نعيد المسائل المحاصصة والقبلية ومسائل هذه والناس عليهم أن يتقوا الله ويجنب البلاد الفتن والتناحل بالسلاح المظاهرات والاعتصامات مسائل هذه هذه ليس أوانها الآن قالوا الحكومة غير يعني تجلس وتشتغل بمهامها ويبطلوا من كلمة أرحل أرحل هما يدوب هم نزلوا بش يرحل